بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم النهاردة بقى جولة كده مختلفة هنخسل مع بعض القمح وهنروح مع بعض المكانة اللي بتتحن القمح وتبايد الرز شايفين بقى دي مكانة الرز زيت طيب هقول لكم انا بقى من الاول عملت ايه انا جبت اروانة كبيرة حطت فيها القمح بتاعي او الغلة غسلتها حلوة قوي بقيت اخسل وقوب ادعت كده وقوب وغيرت لما المياه بقيت رائعة وحلوة فبمصفة كده كبيرة ابتدت ان انا اشيل القمح واصف فيه واحطه بقى عبيته بقى في شكاير وسيبته لتاني يوم بغسلته القمح كويس ونضفته وسيبته تاني يوم تاني يوم بقى جبت فرشة فرشتها اللهم صلى الله عليه وسلم ومحمد في الشمس ونشرت عليها الغلة وبعد ما نشفت مسكتها بقى غربلتها بالغربال ده ونضفتها وطلحت منها يعني اي عفر اي وسع اي حاجة طلحتها منها وبقت نضيف خالص وجهزة بقى دلوقتي على الايه عطي حين على طول بعد ما غربلتها حطتها في الشكاير وبردو سبتها لتاني يوم يبقى نغسلتها في يوم ونشرتها وغربلتها في يوم واليوم الثالث بقى اللي هلروح نتحن فيه روحنا بقى خدنا الامح بتاعنا وخدنا الرس ورايحين بقى دلوقتي المكانة احنا في الطريق قلتها مصور لكم كده بقى منظر الريف المصري عندنا ما شاء الله حلو مجد انا بفتخر اللي انا من الاريف دلوقتي احنا رايحين في طريقنا للمكانة اللي هي بتعمل ايه بتتحان الغلة اللي هي القمح وبتبيد الرز هوريها لكم دلوقتي برضو كل حاجة ان شاء الله تبقى قدامكم اللهم صلي واسلم على سيدنا محمد شايفين بقى الجمال دي بقى اسمها ترعى ده ترعى الناس بتروي منها يعني الارض وكده اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اهل واصحاب الوسط هون لايب جد المنظر حلو اوه الهوى كده جميل يعني اهنا كدنا رايحين اه حوالي الساعة واحدة الضهر ويعني التصوير ده حوالي الساعة واحدة بالضهر بصراحة حلو اوه يعني المفروض كمان ده تبقى شمس السوق اوه ويعني مفيش تراوه فيش بتاع يعني المفروض دلوقتي تتناولع بصراحة بس المنظر برضو حلو وصلنا خلاص المكنة هننزل بقى حاجتنا ندخلها المكنة هيت دخلنا الحاجة انا بوريكو بس المكنة قبل ما اشتغل ده المكنة بقى اللي بنحط في القمح وتتحن وده المكنة اللي بحط فيها الدورة بتتحن برضو الدورة ناشي والله ما صلى سيدنا محمد ودي المكنة اللي بتتحن العيش بتدشش وكده تخلي الشيش يعني اللي عنده طيور او كده بيعمل فيها العيش او الدورة برضو يعني الدورة برضو بتحطي لها الدورة اللي هتحطي للطيور وكده اللهم صلى سيدنا محمد بتتحن برضو في المكنة الصغيرة دي دي بقى مكنة الرز تحط الرز في القدوس ده القدوس ده هتحط فيه الرز هينزل بقى هنا في الغربال ده هيغرب الاي واسخ يخليه بجنبه وبقيته الرز هينزل هنا بعد انه جايت لح فوق كده ماشي وينزل بقى في المكنة هنا هينزل بقى متقشر يعني متضيط يعني متقشر ماشي اللهم صلى سيدنا محمد خلاص هنزل الرز ده هوت ان شاء الله شكله حلو او هنزل من المكنة بصراح اهو ده الرز قبل ما يتبايت وده الرز بعد ما تبايت ده قبل ما يتبايت اهو لسه بيتغرب لهو ده قبل ما يتبايت اهو بيمزل هوت وده بعد ما تبايت نازل شكله جميل بصراحة خلاص احنا بقى بايتنا الرز نتضاير بقى ده صاحب المكنة على فكرة هو اللي بيشغل المكنة خلاص هو احنا حطنا القمح بالقدوس ده دي نازل اهو في الشكله هو فيه قدوسين قدوس بتحط فيه القمح وبعدين بيرجع اه يروح في القدوس التاني وبعدين يرجع يطلع فوق ينزل تحت ومش عارفة بصراحة اللي بيحصله المهم ان اللي هنا في المكنة بتفصل آآ الله مصدى صلى الله عليه وسلم محمد آآ قلب القمح كده عن القشرة الخارجية وبتطلع كزا آآ يعني كزا آآ مرحلة يعني فيه آآ دي درجة اولى بيطلع في الاول خالص بيبقى ابيض وحل يعني ده بقى بتنستعمله في فطير بنستعمله في قرص كده يعني وفيه بقى مرحلة تانية ماشي دي اللي هو مرحلة تانية ده آآ نستعمله برضو في العيش وكده وفيه مرحلة تالتة وفيه مرحلة رابعة برضو بنستعمله في العيش احنا بقى خلاص خلصنا وعبين حاجتنا ومروحين تانا هو بقى مرداش اطاول عليكم الفيديو عشان نلبيزها اتمنى بقى لتعجبها الفيديو تشترك معي في القناة لو اول مرة تزورني تشترك معي والاية كده منك يا حلوة يا امورة انت وهي وما تنسوش بقى لما تعملوا اشتراك تدوسوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى واحلى 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 استنوا مني اجمل الوصفات واحلى الخروجات وحاجات كتير ان شاء الله باذن الله هتعجبكم باذن الله يلا بقى ما تنسيش حط اللايك لايك بسرعة واللي ما اشتركش يشترك احنا مروحين وخلاص هنوصل في ناس بتصطاد على فكرة يا عمالت طلح سمك نفسها وتصطاد والله يلا يا حبيب في رعاة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة